الحلقة اللي فاتت قسمنا اللوكيميا لاربع انواع A L L A M L C L C M L حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الاكيوت لينفريد لوكيميا بالتفصيل الممل فركز معي في كل كلمة هنقولها في حلقة النهاردة بس هبلاقي حاجة لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وصبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد بدون مقدمات طويلة كشكو لك وقلمك ويلا بينا ندخل في حلقة النهاردة معكم كابتن انا لسيس قبل ما نشرح الاكيوت لينفريد لوكيميا تعالي الاول نتكلم عن الاكيوت لوكيميا بشكل عام بص يا سيدي في النوع ده من السرطان بيحصل تكاسر بشكل كبير جدا للخلايا الغير نطجة بنلاقيها موودة في البون مار وبعد كده بتطلع في الدم عندي الخلايا الغير نطجة دي بنسميها بلاست سيل طيب البلاست سيل دي هيحصل لها اكيوميليشن في البون مار وتعمل انهيبت تصبيت لنمو هو الخلايا الطبيعية وبعد كده تبدأ تنتشر عندي في الدم وتنتشر عندي جوه الاعضاء فمثلا هتروح لللمفنود وممكن تروح للليفر وكمان الليسبلين والسينتر نيرفز سيستم واخيرا هتدخل في الجلد ركز معي اكتر ويلا نتكلم بالتفصيل في الاكيوت لوكيميا هيتميز المريض انه هتظهر عليه شوية سيمتمز اعراض اول عرض عندي هيكون الانيميا ليه بقى؟ قالك لانه بيحصل سابريشن للنورمال هيماتوبايسيز وبالتالي انه خاع مش هينتجلينا اربسيز فهيحصل للمريض ده الاصابة بالانيميا طب المريض تصاب بالانيميا هيظهر علي ايه؟ قالك اعراض الانيميا زي الشحوب والضعف العام وكمان الفتيج التعب كمان المريض ده هيحصل عنده نوتروبينيا انخفاض لخلايا النيتروفيل وبناء عليه هيبقى معرض لحصول انفكشن جميل جدا كمان هيحصل عندي سيرومبوسايتوبينيا انخفاض الصفائح الدمرية وده هيترطب عليه ان المريض ده هيحصل له بليدينج من اماكن كتير زي اللسه نكمل مع بعض احنا قلنا ان في اللوكيميا هتتميز ان البلاستيسيل او الخلايا غير النطجة هيحصل لها اكيوميليشن وهتبقى موجودة بنسبة كبيرة جدا في البولمر في نخاع العظام فييجي المريض نتيجة لوجود البلاستيسيل يشتكي بوجع رهيب في العظم بتاعه كمان البلاستيسيل دي ممكن تخترق بعض الاعضاء تعمل انفلتريشن وتسبب تضخم في الاعضاء دي زي ما انت شايف قدامك ونتيجة لخطورة الاكيوت لوكيميا جم تلت دول اعدوا مع بعض وهي فرنسا وامريكا وبرطانيا وعملوا منظمة سموها الفاب ف اي بي سنة 1976 الفاب اسمت اللوكيميا لنوعين مهمين جدا على حسب المورفولوجي والسايتو كيميستري اسمت لالفاب اللوكيميا للأكيوت ميلويد لوكيميا واختصاره AML والأكيوت لمفرد لوكيميا واختصاره ALL بعد كده الفاب رح اتعاملة تقسيمة تانية فمثلا الأكيوت ميلويد لوكيميا AML السمت هولي من M0 لحد M7 فاصبع عندي M0, M1, M2 لحد M7 اما الأكيوت لمفرد لوكيميا السمت هولي من L1 لحد L3 تعالوا نتكلم عن موضوع حلقتنا النهاردة وهو الأكيوت لمفرد لوكيميا واختصاره ALL بص ركز معي انا عندي خلية الليمفوسايت بيتم انتاجها من الكمون ليمفويد بروجينتر ازاي? قالك اللي استمسل هتتحول لليمفو بلاست والليمفو بلاست هتتحول لليمفوسايت جميل جدا خلية الليمفوسايت دي في منها نوعين البي ليمفوسايت والتي ليمفوسايت لو حصل مشكلة في اي نوع من الخلايا دي يديني لوكيميا وبناء عليه اصبح عندي تقسيمة للALL التقسيمة الاولى لو في مشكلة في البي سيل بنسميها بيركوزر بي سيل ALL دي بتكون حوالي خمسة وتمانين في المية من الALL وبتصيب الاطفال طب لو حصل مشكلة في التي سيل هنا هنسميها بيركوزر تي سيل ALL ودي حوالي خمسة عشر في المية وبتصيب الكبار هيتم التفريق بين التي سيل الكيميا والبي سيل الكيميا عن طريق الاميونولوجيكال مركر اللي موجودة على السيرفز بتاع خلية الليمفوسايت مريض الأكيوت لينفريد لوكيميا هيشتكي من شوية عرض السيمتومز ايه هي؟ قالك أنيميا كمان بورن بين واجع في العظم بتاعه هباتو اسبلينو ميجالي تضخم في الكبد وفي الطحال كمان بليدينج ناسف فاكرين التلات دول اللي قاعدوا مع بعضه هم فرنسا وامريكا وبريطانيا وعملوا منظمة سموها الفاب المنظمة دي عملتلي كلاسفيكيشن للأكيوت لينفريد لوكيميا قسمته لي لتلات أنواع النوع الأول بنسميه فاب الوام وده الموست الكمان اللي هيصيب الأطفال من عمره سنتين لعشر سنين خلي بالك إنه ممكن يصيب اليونج أدلت بيتميز النوع ده إن فيه خلايا الليمفوبلاست بيكون حجمها صغير ومتجنسة المظهر تاني نوع عندي وهو الفاب التور ده الموست الكمان في الأدلت بيتميز إن خلية الليمفوبلاست بتكون حجمها كبير وغير متجنسة الشكل تالت نوع عندي وهو الفاب السري بنسميه البركت لينفوما وده دايما مرتبط بعدوة فيروسية زي الإبستاين بار فيروس أو الإبشتاين بار فيروس وفيروس الإيدز بيصيب الأطفال والكبار بيتميز إن خلايا الليمفوبلاست بيكون حجمها كبير وجواها فجوات دلوقتي هنتكلم عن تشخيص الأكيوت لمفرد لوكيميا بص أول حاجة كده هنعملها سي بي سي وز بلاد فيلم تحليل صورة دم ومعاك فيلم دم هتلاقي المريض ده عنده نوع أنيميا وهي النورموسيتيك نورميكوميك أنيميا كمان هنلاحظ عنده سرومبوسايتوبينيا طب تيجي نبص على تي إل سي كرات الدم البيضة عندك احتمال من ثلاثة يا إما دي كريز ده قليلة يا إما نورمال طبيعية يا إما إنكريز ده عالية لو بصيت لقيت التي إل سي إنكريز ده هتلاقي وصلت لي 200 ألف كرة من أو خلية من خلايا الدم البيضة لما تيجي تعمل بلاد فيلم هتلاقي عندك خلايا لمفوسايت وخلايا لمفو بلاست كتيرة جدا طب في حالة إن التي إل سي هيكون طبيعي أو قليل عندك في حاجة من اتنين يا إما إيه لوكيميك لوكيميا يا إما صاب لوكيميك لوكيميا إيه الفرق بين الاتنين قالك في حالة الإيه لوكيميك لوكيميا مش هتلاقي بلاست سيل في الدم ولكن هتلاقي بلاست سيل في البورنمار كتيرة جدا طب في حالة الصاب لوكيميك لوكيميا قالك هتلاقي بلاست سيل في الدم وهتلاقي بلاست سيل في البورنمار ده بنسميه صاب لوكيميك لوكيميا بعد كده هنعمل البرون مار اكزام هتلاقي خلايا البلاست سيل موجودة بنسبة كبيرة جدا طب لو انا عاوز اعرف نوع السرطان بالزبط قالك هنا هنعمل اميونولوجيكال ماركر وكمان هنعمل سيتوجينك تست فهتلاقي بعض الماركر دي موجودة على خلايا البي سيل وبعضها موجودة على خلايا التي سيل زي ما انت شايف في السرق قدامك بالزبط هنلاحظ كمان في تحليل الاكيوت لمفويد لوكيميا ان في تحليل السيتو كيمستري هتلاقي السودان بلاك نيجاتيب وهتلاقي النونسبسيفيك استيريز نيجاتيب ركز معايا في الحتة اللي جاية دي اخيرا هنعمل مع بعض تحليل السيتو جيناتك اناليسيز هنا هنشوف ايه هنبص على النمبر بتاع الكرموسومات وهنشوف الاستراكشور بتاع الكرموسوم عامل ازاي الطبيعي ان احنا عندنا 46 كرموسوم اما في حالات الليكيميا هيحصل واحدة من اتنين يا اما يكون في هايبر بولايد وده معناه ان عندي اكتر من 50 كرموسوم يا اما يكون في هايبر بولايد وده معناه ان عندي اقل من 40 كرموسوم طب لو بصينا على الشكل قالك ممكن يحصل نقل قطعة جينية مكان قطعة جينية اخرى وبالتالي هيحصل عندي طفرة جينية او هيكون المريض ده عنده مشاكل جينية بالفعل زي الداونسوندورم اخر حاجة في حلقة النهاردة لازم تعرفها ان الاكيوتلينفريد لوكيميا ممكن يصيب الانسان نتيجة للتعرض للاشعاعات دي كانت حلقة النهاردة في الاي اللي ال اتمنى بكون شرحتها لكم بكل بساطة ويراب الحلقة تعجبكم الحلقة الجاية هنتكلم عن الاي ام ال فحضر نفسك قوي وذاكر الحلقة دي كويس كان معكم كابتن اناليس وما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناة وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد